وابدأ معك دكتور مناف بعد فشل مبادرة التحالف الثلاثي وفشل أيضا مبادرة الإطار التنسيقي هل من حظوظ لمبادرة المستقلين سيد العزيز في البدن وحييك وحيي ضيفك الكريم ومتابعين ومشاهدي قناة الغد العربي يعني لم تكن هناك مبادرة للتحالف الثلاثي حتى نقول أنها فشلت كانت هناك تغريدة للسيد الصدر والتغريدة لا يمكن أن نعتبرها مبادرة المبادرة كانت من قبل الإطار التنسيقي أما فيما تتحدث عن يعني ما يطلق عليه بالمستقلون أقول أن اليوم أن هؤلاء المستقلون هم مستقلون الإطار التنسيقي بمعنى أنهم غير مستقلين بشكل كامل والدليل ما طرحه التقرير قبل قليل يعني أن مبادرتهم كانت عبارة عن تدوير لمبادرة الإطار التنسيقي في يعني في وضوح تام بأن هؤلاء الجماعة هم يرتبطون بشكل كبير بالإطار وبالتالي من يسيرهم هم الإطار ربما حتى المبادرة كتبت يعني داخل الإطار وتم أعطائها لهم لذلك لا يمكن أن نستطيع أن نقول أن هؤلاء يمثلون المستقلين حتى نبني عليهم السيد الصدر في تغريدته حدد مسألة رئيسية حدد على المستقلين أن يأتوا بكتلة لا تقل عن 40 نائب وأن يتحالفوا مع التحالف الأكبر التحالف الثلاثي أو التحالف إنقاذ وطن باعتبار اليوم أن التحالف الثلاثي يمتلك أكثر من 180 مقعد ولكن هذا التحالف الثلاثي دكتور مناف لم يستطع لا تشكيل حكومة ولم يستطع الاتفاق وعقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية وهذا ما قصدته بعد فشل مبادرة التحالف الثلاثي التحالف الثلاثي استطاع في هذه الجلسات أن يجمع 222 نائب يعني فيه إشارة واضحة إلى أنه يمتلك ربما جزء الأكبر لكنه بالنتيجة لم يصل إلى الرقم الدستوري وهو الثلاثي لإكمال النصاب وحاول في أكثر من مرة لم ينجح في إكمال النصاب بسبب وجود الثلاثي المعطلة الذي اليوم قام الإطار وشركاء اليوم الإطار هو ليس واحدة يمثل الثلاثي المعطلة وإنما يشترك معه اتحاد الوطني الكردستاني وأيضا جزء من عزم بالإضافة إلى المستقلين اليوم الذين يتقدمون بمبادرة أو يريدون أن يتحدثون عن مبادرة بالتالي يعني لا يمكن اليوم أن نتحدث حينما يستطيع الثلث المعطل أن يعني يمنع الوصول إلى الثلاثين أو يمنع أكمال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية أو يمنع تشكيل الحكومة لا يعني هذا بالنتيجة أنه الطرف الآخر لابد أن يأتي صاغرا للإطار وينفذ ما يريده الإطار لأن بالنتيجة أنا قلت من خلال قناتكم الكريمة في أكثر من مرة قلت أن التيار الصدري يقدم مشروعا تغييريا يتضمن عملية تحول من حكومات توافقية إلى حكومة الأغلبية الوطنية وهذا المشروع يقترب من مطالب المتظاهرين الذين كانوا سبب في الذهاب إلى التخابات ولكنه فشل في ذلك يعني هو أقل من الثلاثين بقليل دكتور مناف لماذا فشل في جمع أصوات اختراق الإطار التنسيقي أو اختراق المستقلين أيضا يعني بالنتيجة مورسة يعني مورسة ضغوطات كبيرة سواء على المستقلين أو حتى على شركاء التحالف الثلاثي كان هناك تهديدات وتنفيذ بعملية التهديد وكان هناك ضرب لمقرات أحزاب شركاء التير الصدري وضرب قليل بردستان وكل هذه كانت واضحة في إشارة إلى وجود ضغط خارجي وضغط داخلي اللي هو الإطار التنسيقي وحلفاء الذين يضغطون على التحالف الثلاثي اليوم ليست المشكلة هي في عملية صراع ما بين الإطار والتيار اليوم أيضا هناك خلاف كبير ما بين الجزئين أو الحزبين الكرديين الأساسيين على من يذهب إلى رئاسة الجمهورية وبالتالي أعتقد أن الخلاف كبير لا يستطيع اليوم مثلا التحالف الثلاثي الذي وصل إلى هذه الدرجة لإكمال النصاب خصوصا أن الإطار ارتكز على شرح المحكمة الاتحادية والتي نصت على أن الجلستين لابد أن يكون النصاب فيها مكتبلا وهو الثلاثين وبالتالي أعتقد هذا ما عقد الوضع أو صعب الوضع على التحالف الثلاثي أو تعالف المقادة الوضع لإكمال تشكيل الحكومة تشكيل الحكومة